بعد الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية ينتظر الفرنسيون ما ستسفر عنه الجولة الثانية من الاقتراع نتائج هذه الانتخابات قد تدخل البلاد في نمط حكم غير مسبوق يختار 49 مليون ناخب من يشغل 500 ومقعد من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية بعدما جر انتخاب 76 نائبا في الجولة الأولى بحصولهم على أكثر من 50% من الأصوات المسجلة والتنافس حاليا بين 1094 مرشحا في الجولة الثانية وبعد التقدم الذي حققه التجمع الوطني وحلفائه من أقصى اليمين في الجولة الأولى بدأت التوقعات تتزايد بشأن نتائج الجولة الثانية وتشكيلة الجمعية الوطنية المقبلة والحكومة المقبلة وحسب المراقبين فإنه ما دامت صناديق الاقتراع لم تقل كلمتها الأخيرة بعد فإن جميع السيناريوهات تظل ممكنة فإذا حصل التجمع الوطني على الأغلبية أي على الأقل 289 من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية فسيكون بإمكانه تشكيل الحكومة عندها ستدخل البلاد حسب المراقبين في فترة تعايش وهو نمط حكم سبق للجمهورية الخامسة أن تعايشت معه وهناك سيناريو آخر محتمل يتمثل في حصول التجمع الوطني على أغلبية نسبية مهمة تتراوح بين 250 و 288 نائبا وفي هذه الحالة سيتم اللجوء إلى عقد تحالفات وقد يتكرر السيناريو نفسه في حالة الأغلبية الضيقة حيث يمكن تعيين زعيم التجمع الوطني رئيسا للوزراء ولكنه سيواجه صعوبة في الحكم ويرجح المراقبون أيضا سيناريو آخر يمكن أن تشكل فيه القوى المركزية ائتلافا لمنع التجمع الوطني من الوصول إلى السلطة وسيتكون هذا الائتلاف من نواب الأغلبية الرئاسية والجمهوريين والخضر والاشتراكيين والشيوعيين وغيرهم من اليمين المتنوع والسيناريو الأخير المحتمل هو وجود جمعية وطنية غير متجانسة وغير قابلة للحكم مما يؤدي إلى تشكيل حكومة تقنية قد تكون حلا مؤقتا في انتظار انتخابات جديدة خلال عام وشهدت الحملة الانتخابية للجولة الثانية أكثر من 200 سحاب من مرشح اليسار المنضوين تحت الجبهة الشعبية الجديدة ومن التحالف الرئاسي لتفادي السباقات الثلاثية التي قد تمنح التجمع الوطني أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية